أين كان الستة أو الراجل أنا بتكلم على سلوك مجتمع أسري لو الراجل هو اللي بيحصل معا كده أو ستة بتحصل معا كده أنا اسمع من معيني المستشار أمين الشافعي وأنا شايفة أنه حريك مش ضد المرأة ولا حاجة حضرتك حقيني مفصير خير نور إزاي حضرتك عامل إيه؟ إزايك يا دكتورة إهنا كان نفسينا تكون معانا والله النهاردة دكتور إسلام معلش أنا والله حاطة ظروف طرقة خباركم إيه عاملين إيه؟ حاطة ظروف طرقة جدا ومعرفتش آجي للأسف يعني نورنا على الهوفا أنا بتشرف لكم معاكم دايما أمين بيحزين ندخل في عجالة قصة العنف بالأسري أو اللي بقى يولد الجريمة بين الراجل والستة بدل موضة والرحمة حضرتك بتشوفه إزاي؟ قصة حيك أنا طبعا كلمة أنا مع دكتور إسلام أنا مش عدو للمرأة ولا حاجة أنا عدو الثلوكيات زي ما أنت قلت الظلوكيات اللي بتؤتي إلى عدم استقرار الأسرة أمين بي ملقبين حضرتك على الفيسبوك وحضرتك تعلم هذا الكلام إنهما ملقبين حضرتك بعدو المرأة قولي للمقولة دي اطلقت على حضرتك لا أنا مش عدو المرأة أنا عدو عدم الاستقرار تمام أنا عدو عدم الاستقرار والاستغلال طيب قولي حضرتك شايف المرحلة اللي احنا فيها من جرائم قتل بين الزوج والزوجة شايفها إزاي وإيه أسبابها؟ قصوا حضرتكم أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا 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 إن أهم أسباب هذه الجرائم سواء بين الزوج أو بين الزوجة إن الزوج تحطله مجموعة من العراقيل بتخليه مش بيعرف ينهي العلاقة الزوجية يعني النهاردة الطلاق بقى شبه مستحيل بالنسبة للراجل بتبقى السبت من دول أي سبت النهاردة بتحس بالأمان من جزها إن هي لو ما خدمتوش لو ما قطعتوش لو نشزت عليه لو سبيته سبيته ومشيش لو ما سمحتلوش ما هو يقرب لها ما فيش أي النهاردة آآ راضع أو عقوبة ما فيش أي راضع أو عقوبة أو إلزام في القانون يعني القانون في صفل المرأة المصرية أامين بي؟ الإيه!? القانون في صفل المرأة المصرية ده كده الظاهريراً فPutطrat وهم مش 붙 basin يعني النهاردة ما فيش أي مسئولية علي الثبت المطرية ان هي تمتنع عن طاعة جوزها او الاهتمام دي او رعايته او الاستمرار في منزله او تسليل نفسها لي وفقا لشرع الله كل ده مفيش اي حاجة بتلزم المرأة المصرية وفقا للقانون ولا الشرع ولا العرفة حتى الا اذا كانت هي سلوكياتها وتربيتها اللي بتخليها تعمل كده هل القانون المصري ضد الرجل؟ القانون المصري مش ضد الرجل القانون المصري عامل الرجل في حالة حصار القانون المصري عامل الرجل في حالة حصار وانا بقى ازعم ان القانون الاسرة بيمارس التمييز والاضطهاد ضد والعنصرية ضد الرجل بشكل واضح وفق جدا ده مش من تصرفات الرجل مع المرأة ومع انه هو بيحب كم بيحرمها تصرفات الرجل المهضة مشوهة لسبب مهم جدا تصرفات 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 الرجل مشوهة جدا النهاردة لان الرجل مش متابله اي الية علشان يحافظ على بيته او او يخلي مراته من تاريخه يا امين بيه من تاريخه من تاريخه تاريخه مليان جراح زي ما بيقوله الرجل المصري ما عندوش اي وسيلة علشان يعرف يحفز زوجته او يحفز المرأة اللي عنده ان هي تطيعه او تهتم بيه او تسلمه نفسها او تسمع كلامه او تنفس بيته اللي هيخليه حفز يامين بيه معليش من فضلك هو القانون اللي هيخليه حفز ولا من البداية ايه اللي بيوصل للمرأة الكده ما هي المرأة دي كان الدخلة بتحبه وكان الدخلة عايزة تعيشه كون اسرة ما انا حاولها حدرتك دراجة اللي حضرتكو بتتكلمه عليها انا حاولك انا حاولك على حاجة بس هو المشكلة ان لما الراجل لما الراجل ما يلاقيش آلية قانونية او آلية شرعية أو آلية مجتمعية علشان يعرف الخطأة هنعود الاتصال بحضرتك تاني بس أنا عايزة أقول حاجة إنه ليه الراجل محتاج الآلية القانونية اللي تخلي مراته تسمع كلامه على فكرة الموضوع دايما ربنا عطى القوامة للرجل ليه عطى القوامة للرجل لإنه عنده حكمة أكتر عنده دراية أكتر عنده تحمل أكتر فالمفروض الراجل هو اللي بيساستم حياته هو اللي بيحط قانون بيته هو اللي بيحط قانون عشته مش إنه أنا يبقى عندي قانون عشان أخوف مراتي وأقول لها ده أنت هتتحبسي ده أنا حرميكي في الشارع أنت والولاد ده أنا مش حصرف عليكم إبقى إشحتي بيهم ورجعي بيت أهلك كل ده إحنا بنسمعه يا جماعة هو أنتوا عايشين في حتة غير اللي إحنا عايشين فينا أنا عايزة أرد عليك فضل عايزة أرد عليك بما إن مع المستشار مش معنا على الخط طبعا هو مع المستشار ذكر في البداية إن القانون المصري في ظهر المرأة المصرية طبعا أنا مع الكلام ده قلبا وقلبا ولكن القانون المصري